الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبيه وآله وسلم تسليما اللهم لك الحمد على ما جرى بنا به قضاءك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شرط عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي وأهبط عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردآن ووزيرا وبعض أولدته من غير آب وآتيته البينات وأيته بروح القدس وكل شرعت له شريعا ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصيا مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك ولألا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله ولألا يقول أحد لو لا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا على من هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزا إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله فكانك من تجبته سيد من خلقته وصفوة من استفيته وأفضل من اجتبيته وأكرم من اعتمدته قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك وأوطأته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وعرجت به إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك ثم نصرته بالرعب وحففته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بوأته مبوى صدق من أهله وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الله صلى الله عليه وسلم ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك فقلت في مثل هذه الأيام ابنتك فاطمة تعاني من المراد والقاهر بعدما هجموا على دارها عصرها عصرها بين الباب والجدار لطمو خدها أنبت المسمار في صدرها يقول الإمام الصادق سلام الله عليه بعد هذا الهجوم بعد هذا الهجوم كلما تنفست جدتي فاطمة الصرختا وخرجت دم من صدرها نعم بعدما كسروا أضلاعها أسقطوا جنينها لببوا بعلها نعم أدوا الأمانة يا رسول الله عندما منعوها من البكاء عليها فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فقالوهم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم هادي فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعلي مولاه من كنت فعلي مولاه اللهم ولي من وعلا وعادي وعادي من عاد وانصار من نصرا واخذر وقال من كنت أنا نبيه فعلي أميره وقال وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى وأحله محل هارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين وأحل له من مسجده ما حل له وسد الأبواب إلا بابا ثم أودعه علمه وحكمته فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها ثم قال أنت أخي ووصي ووارثي لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي وأنت غدا على الحوض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمار وحبل الله المتين وصراطه المستقيم لا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين ولا يلحق في منقبة من مناقبه يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما ويقاتل على التأويل ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وتر فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش ذؤبانهم فأودع قلوبهم أحقادا مدرية وخيبرية وحنينية وغيرهم فأضبت على عداوته وأكبت على منابذته حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين ولما قضى نحبه أيها عليا ولما قضى نحبه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين لم يمدث الأمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادينا بعد الهادي والأمة مصرة على مقته مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل وسب يا من سبي فقتل من قتل وسب يا من وأقصي من أقصي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله عده وهو العزيز الحكيم فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكين باكون وإياهم فليندبين نادبون ولمثلهم فلتذر في الدموع وليصرخ الصارخون ويضجال ضاجون ويعجال عاجون أين الحسن؟ أين الحسين؟ أين أبناء الحسين؟ أين الحسن؟ أين الحسين؟ صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل؟ أين الخيرة بعد الخيرة؟ أين الشموس الطالعة؟ أين الأقمار المنيرة؟ أين الأنجم الزاهرة؟ أين أعلام الدين وقواعد العين؟ أين بقية الله؟ أين بقية الله؟ التي لا تخلو من العترة الهادية؟ أين المعد لقطع دابر الظلماء؟ أين المنتظر لإقامة الأمت والعواج؟ أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان؟ أين المدخر لتجديد الفرائض والسنان؟ أين المتخير لإعادة الملة والشريعة؟ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدود؟ أين محيم عالم الدين وأهله؟ أين قاسم شوكة المعتدين؟ أين هادم أبنية الشرك والنفاق؟ أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان؟ أين حاصد فروع الغي والشقاق؟ أين طامس آثار الزيغ والأهواء؟ أين قاطع حبائل الكذب والافتراء؟ أين مبيد العتاة والمرداء؟ أين مستاصل أهل العناد والتضليل والإلحاد؟ أين معزل أولياء؟ ومذل أهل الأعلى وأين معزل أهل؟ أين جامع الكلم على التقوى؟ أين باب الله أين باب الله أين باب الله الذي منه يؤتاك أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفاتح وناشر راية الهدى أين مؤلف شمل الصلاح والرضاء أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم المقتول بكربلاء أين الطالب بدم المقتول بكربلاء أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى أين المضطر الذي يجاب إذا دعا أين صدر الخلاء اخذوا البر والتقوى أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغرى وابن فاطمة الكبرى بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحمى يابن السادة المقربين يابن النجباء الأكرمين يابن الهدى المهديين يابن الخيرة المهذبين يابن الغطارفة الأنجبين يابن العطائب المطهرين يابن الخضارمة المنتجبين يابن القماقمة الأكرمين يابن البدور المنيرة يابن السرج المضيئة يابن الشهب الثاقبة يابن الأنجم الزاهرة يابن السبل الواضحة يابن الأعلام اللائحة يابن العلوم الكاملة يابن السنن المشهورة يابن المعالم الماثورة يابن المعجزات الموجودة يابن الدلائل المشهودة يابن الصراط المستقيم يابن النبأ العظيم يابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يابن الآيات والبينات يابن الدلائل الظاهرات يابن البراهين الواضحات الباهرات يابن الحجج البالغات يابن النعم السابغات يابن طهاء والمحكمات يابن ياسين والذاريات يابن الطور والعاديات يابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى قوسين أو أدنى قوسين أو أدنى بل أي أرض قلُّك أوثرا أبرضوى أو غيرها أمذي طوى أزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى أزيز علي أن تحيط بك دوني الملوام ولا ينالك مني ضجيجون ولا شكوى بنفسي أنت من مغيب لم يخلو مننا بنفسي أنت من لازح ما نزح أنا بنفسي أنت أمنية شائقية من لا من مؤمنين ومؤمنة الذكرى فحنا بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى بنفسي أنت من تلاذ بعمل لا تضاوى بنفسي أنت من نصيف شرف لا يسامى إلى متى أحار فيك يا مولا إلى متى أحار فيك يا مولا وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي أن نجام دونك وأناغى عزيز علي أن أبكيك ويأخذ لك الوراء عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معينين فأطيل معه العوين والبكاء هل من جزوعين فأساعد جزعه إذا خلاء هل خذيت عين فساعدتها عيني على القذار هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بغده فنحظى متى نرد منهلك الروية فنروى متى ننتفع من عذب مائك فقد طال الصدا متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء الناصر ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملاء وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت عداءك هوانا وعقابا وأبرت العتاة وجحدت الحاق وقطعت دابر المتكبرين واشتثت وصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والأولى فأغيث يا غياث المستغيثين فأغيث يا غياث المستغيث عبيدك المبتلى وأرهي سيده يا شديد القوى وأزل بعزل عنه به الأسى والجوى وبرد غليله يا من على العرش استوى ومن إليه الرجع والمنتهى اللهم ونحن عبيدك التائقون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عسمة وملاذا وأقمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحيتا وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جناتك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد القسوار وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى من استفيت من آبائه البررى وعليه أفضلا وأكملا وأتمى وأدوى وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاذ لأمدها اللهم وأقم به الحق وأدحظ به الباطل وأدل به أوليائك وأذلل به أعدائك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تأدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتنا بمعصيته ومن علينا برضاه وهبلنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطا وهممنا به مكفيا وحوائجنا به مقضيا وأقبل إلينا بوجهك الكريم وأقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجهودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريان رويا هنيئا سائغا لاظم أبعدا يا أرحم الراحمين موسيقى